بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن الرحمن الرحيم رمضان الكريم ألدن وإذا عدد ستي أدن ساحبيا بصولنا بادة نمشك قرطكا قرانكا الكريمكا وإذا عدد ستي أدن السلام عليكم أهلاً 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 كما بشأنه مباشرة ستي أدن مجدد الربيقية دي ستيتني السكال ربيقية سمارون تهيشة الجهنة سوماليا وكما من المعلوم لإذا Pollاء ستنيم الآن ستنيم الثلاثة ومن المعلوم لإعجل التوبارية لقد ستنيم الأفضل من المعلوم لأن يكام الثعمين المهchsدر أن يكره الإدن بالتهاالم هناك عن طريق اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 السؤال المترجم للقناة المترجم للقناة ومن حيث خرجت فولي وجاك شدر عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة أفلا لاتبا المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة السؤال السؤال الثالث والأخيرة ممن خلق أعوذ بالله من الشيطان الوجيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبراء الله وحباءه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء خدير وإذ قال موسى لخومه يا قوم اذكروني مط الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المخدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إن شاء الله فإنهمّ göreهم يستمر كنا مريف رهج��وا للمؤمنين وإلا إذا consid تُغبت بمت ترجمة نانسي قنقر 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 وخدور الراسيات نعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما قر تأكل من سأته فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ترجمة نانسي قنقر السؤال الثاني إذا رقضوا تعالى في سورة المهاني الآياء ستة عشر أعلم الله من الشيطان الرجيم يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من قردل خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف قبير إن الله لطيف قبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واسبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مقتال فقور واخصد في مشيك واغبت من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله صخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثالث ثالث اقرأ قوله تعالى في سورة غافر الآية 41 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك بي ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا دعوة ليس له دعوة في الدنيا ليس له دعوة في الدنيا في الدنيا ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآقرة ولا في الآقرة وأنما ردنا إلى الله وأن المصرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاو الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وإذ يتحق فستذكرون وحاق بآل فرعون سوء العذاب فوقاوه فوقاوه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الصاعة أدقلوا آل فرعون أشد العذاب أقرأ قوله تعالى في سورة الشورى الآية رقم سبعة وعشرين الصفعة ربعمائة ستة وثمانين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو بسض الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن يمزل بقدر ما يشاء إنه كان بعباده قبير إنه كان بعباده قبير بصير ومن آياته وهو الذي ينزل الويث من بعد ما قلته وينجر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته قلب السماء ومن آياته قلب السماوات والأرض ومن آياته قلب السماوات والأرض واختلاف أرسنتكم وأيوانكم ومن آياته قلب السماوات والأرض وما بث فيهما من دافة وهو على جمعهم إذا يشاءوا قدير وما أصابكم من مصيبتهم فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير وما أموت بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا كثير ومن آياته الجبال في البحر كالأعلى إن يشلسكني الريح فيذل أن لماك دعوه فيضغر مع رواكد على ذاته إن في ذلك الهاياته لكل صفار شرور أو ينفقون بما قسبوا ويعفوا عن كثير ويعلم الذين يجادلون في لقاياتنا مالا من معين وما أجيكم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خيره أبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفوايش وإذا ما غذبوهم يوصلون بزاك الله خيره أعلى محالي أيها برسيال إذا ما كان قد اقتمعي التواركات والسهوية بعد مقلسان وباقتا ستيافهم وباقتا ستيافهم وباقتا ستيافهم ستاة المساكات لبنى المنكات السماء تقريباً تقريباً شكراً شكراً بهم المترجم للقناة 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 ورحمة الله